موسيقى السلام عليكم تلاميذ الأعزاء مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله في هذا الفيديو سنقوم بتدريد دص جديد وللاسم ذياله La respiration dans différents milieux للإشارة فقط فهذا الدرس هذا يخص تلاميذ ديال الأولى نبدأ على بركة الله نبدأ بحضة لديفنشو ديال ريسپيراتي كيف تريد ريسپيراتي أو التنفس؟ لتنفسي ريسپيراتي ريسپيراتي تنفسي نحن نتكلم بحضة لتنفسي التنفسي هو تبادل غازي بين الكائل حي و الواسط الذي يأشوفي هذه ريسپيراتي تتعلم في مرحل المرحلة الأولى هي الانسپيراتي والتي تتعلم في دخول الهواء كما تلاحظون معي هنا هذه هي الانسپيراتي تلاحظون هنا أن الهواء يدخل في داخل الجسم جيدة الانسپيراتي تتعلم في مرحلة التي تتعلم في مرحلة الهواء هذه الهواء تتعلم في مرحلة الهواء إلى خارج إلى خارج الانسپيراتي تتعلم في حركات تنفسية الانسپيراتي تتعلم في الاخرار والتي تتعلم في مرحلة الهواء الانسپيراتي تتعلم في دخول الهواء واحد الهواء اللي كنسميه لاغ إكسبيري معلومة أخرى أساسية هي أن اللاغ اللي كيدخل الجسم دينا فهو تكون غيش عن O2 لاغ إكسبيري تكون غيش عن CO2 لاغ إكسبيري تكون غني باش بCO2 صافي؟ جيد نمر الآن قدي نحاول نكشفه الغازات التنفسية يعني شنه هي الغازات اللي كتدخل التنفسي، إل فو ساوار لاغ إكسبيري تكون غاز رسپيراتوار جوج وما O2 اللي كنسميه لديوكسيجن ولي كنسميه لديوكسيجن وفي تالي مني كن تكلمنا على لرا رسپيراتون فالرا رسپيراتون كتجلف ماذا؟ كتجلف أن الكائن الحي سيطرحو CO2 وصيامتس لأود صافي؟ دون كتلاح دوم عيهنا تبدو لتكلمنا عليه قبيلا ما بالكائن الحي بالواسط مني تكلمنا دابا على لغاز رسپيراتور فهنا فيها بس نضيفهم دون كنت تكلمنا على لغاز فالغاز جوج وكياني أن الهتر يوجد لغاز الوضع دون كترح CO2 وإل فا أبسوربي لغاز الوضع يعني غاز الوضع صافي؟ جيد تخيبيا دابا خاصكم تكونوا عارفين واحد المسألة باشي مكشفو على أوضع أو لا CO2 اللي هما بيانسور غازات تنفسية فحنا سنستعملوا واحد الوسائل صافي؟ شنو ما الوسائل اللي كنتستعملوا باش نكشفو على أوضع أو أو CO2 تخيبيا باش نكشفو عن وجود CO2 كنتستعملوا كنتستعملوا لدوشو أو ماء الجير هذا لدوشو هذا هو واحد السائل اللي يكون صافي دكو؟ كما تلاحظوا معاينا أو يكون صافي إن فو يتلقى مع CO2 فكيولي تخيبلي كيولي معكر وبالتالي ممكن أننا نتعمدوا عليه في الكشف على CO2 كتعرف لدوشو يتلقى معاينا لاحظوا هنا تصيد هذا در inspiration يعني دخل الهواء الجسم ديالو قنا أنا لدخل تكون غالي بأود صافي؟ ما تراوالو لما الجير هو لامبي ممكن مشكل و هنا سيدي une fois تصيد در expiration يعني خرج الهواء فحنا نعرف أن لغ expير تكون غاني بالCO2 وبالتالي CO2 يجعل هذا ما الجير يقول تخيبلي صافي؟ لذلك نحن نحن نعرف أن الهواء شو إلا أو معكر فهذا يعني أن CO2 موجود يعني كاي CO2 جيد الوسيلة الثانية هي الوكسيمتر الوكسيمتر هو الوكسيمتر qui مزور لطو دو الوكسيمتر لماذا القياس نسبة O2 في الوسط لاحظوا معي هنا كيف كانت القيمة O2 في بداية التجربة كانت 20.9 من هذا مارس لاحظنا أن كمية الأكسجين نقصت و هذا ما يمكن ه إلا أن هذا الشخص يستهلك O2 صحيح؟ نحن نتلقي من الوكسيمتر الإستنتاج هو أن الإنسان أو أي كائن عندما يتنفس فهو يمتص O2 وهو يخلل الوكسيمتر هو أن كمية O2 يخص إن O2 في المشا ستولي كم طرف هذا الشخص هذا الإنسان أو نتلقي في الوكسيمتر عندما يتنفس فهو يمتص O2 يستهلك O2 مزيان ثم ماذا لاحظنا هنا؟ لاحظنا أن الوكسيمتر صحيح كان صحيح أو صحيح ماذا؟ يعني أن هناك أكسيد الكربون هنا CO2 يمكنك أن صحيح وشخص فهو أن دوران رسپير في التنفس الإنسان الوكسيمتر ياخد ويجعل CO2 جيد سألتقى واحد جربي ماذا سألتقى سألتقى واحد واحد سوري وضع في البوكال هناك ماذا سألتقى في البوكال بعد ذلك هذا المكان صحيح بانوكسيمتر الذي يفعلنا لطا 2 و وسط هذا المكان وضعنا لطا لطا وضعنا مالجير هذه بداية تجربة هذه نهاية تجربة وهنا هناك تجربة شاهدة تشاهد لنا لا يمكنك أن تنحي إلى وعب ماذا؟ مزيان ما نلاحظه؟ نبدأ بتجربة الشاهدة نلاحظه أن في بداية تجربة لطا كمية الأكسجين كان 21 يعني كمية الأكسجين كان 21 و لطا كمية الأكسجين كان 21 كمية الأكسجين يعني صافية و لطا نبدأ بتجربة أكسجين قد تجربة كيف ماذا؟ و المظهر لطا كيف عندما نرى التجربة الأخرى كانت أن القيمة أو لا كمية الأوضو تغيرت و كانت أن المظهر الوضو تغير وهذا لماذا؟ لأن هناك كائن. سوف ندرس كل شيء بشوء بشوء بشوء. هترة الثماني تضعنا في الشكل هذا. واخر. سيدة التبرت يقولون أنه صف. نحن لدينا البداية للجريبة و نهاية الجريبة. ما تلاحظون في البداية للجريبة؟ سوف نضع على شيء بشكل شيء. سوف نضع على كمية O2. نلاحظ أن في البداية للجريبة لدينا البداية للجريبة. كمية O2 تقوم بشكل شيء. في البداية للجريبة كمية O2 تقوم بشكل شيء. كمية O2 تقوم بشكل شيء. سهلا. نعم؟ جيد. الآن سوف نضع على كمية O2. كيف سأقوم بشكل شيء في البداية؟ كمية O2 وكمية O2 تقوم بشكل شيء. كمية O2 تقوم بشكل شيء. في أي نهاية الجريبة سهلا في نهاية تغير. سعوبني. سأقوم بشكل شيء. سآبي لكم في الدرس. ونالي يمكنكم أن ترى الشاشة في التمرين. تركض الجريبة لكي مشكل. سوف تتكلم بشكل شيء. سوف تكون الناس. سوف نذهب على كمية O2. الوضع في أحد الشاطئ التي نحن كذلك لكي أقول كنت أرادت بشيطة عندما تتعلم بحاجة في المعنزل ما تعلمون على بقية؟ مشتركة المعنزل الكيلة الوضعين تقال إليون 21% والوضعين والوضعين يترجم دقيقة لتقال تعالي الوضعين والوضعين والوضعينيف والوضعين يترجم اعطى الكلمة по96 جدًا نرحل كلمة كلمة كلمت تتأثر كمية الأكسجين اثناء كمية الوكسجين ومثل كل نفسك انه يسمون اما فرورنا لا تقلن اثناء السيء يقول من الفراظ مددودك أن الكزب أدرى سيγάب الأدرى مع ذلك الطريق أبسر أدرى هذه الحياة هذه الأدرى وهو أو عن الشابت لا يمكن أن يعيش في نفس الأدرى والأسفل أو أي شيء يبقى المددودك هذه المددودة أدراف الأدرى الآن في الأمان نحو هذا اليد أدرى الأدرى أدرى أدرى أنه هذا ما يعنيه هذا يوجد ان هناك سوء ابركار السوء كان أزال في التضبير وعلى الصباحات الماجهة فهذا يمكنه الخوف الوجوده في الطريقة المبيعية فلستطيع تقول شركون عặc عليهم حسن أعاذ الصعوبة ولكن كما تعرفتها تجربة البنت لنا كيف تتم الإرسپيرات لأن الإنسان الأنسابة نقصت هذا يعني أن الصورة هي التي تتحرك نقول أن الصورة تتحرك الأنسابة أو تتحرك نعرف أن الأنسابة أو تتحرك لأن الأنسابة أو تتحرك ثمت أن أحضرت يتم تحرك نعم عل dort الآن أبدا أحياء الأنسابة أو أولا ستحرك يجب أن عيشد أولا هي أن الرسپراسون إيشانج غازي أولا هي أن التنفس تبادل غازي بين الكائل الحي والوسط الذي يعيش فيه أول حاجة تاني حاجة هي أن الإنسپيري والذي قلنا هو الهواء الذي يدخل الجسم دينا فهو تكون غني بأوده مزين الإنسپيري والذي تكون يخرج من الجسم دينا يقوم بأوده يكون غني بأوده موكسيمتر يمكن أن يقوم بأوده موكسيمتر هو الجهاز الذي يمكننا أن نقياس نسبة الأوده موكسيمتر الأودوشو هو سائل موكسيمتر الذي يكون معكر بأوده بأوده ما هو الهدف استعمال الأودوشو؟ هو الكشف عن وجود الأودوشو في الوسط ماذا نعرف على الأخرى؟ دورا رسپيراستو يتبع الأودو يعني في Tangtha لا نحن جاء وعندما عرف على الأودوشو ومن بعدها رسپيراستو التعرف على الأودوشو يعني ما هو الموت أن يكون بأوده يعني الهدف نحن في القناة وعندما يكون ديال السعود. وهكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كانتمنى ان شرح يكون الاعجاب ديالكم. وانكم استفدتم زيان. ان شاء الله الجزء التاني غادي يكون عما قريب اللي غادي نشوفو فيه الانواع ديال. كنتمنى لكم احد موفق. وعلى بخشان.